السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت عندي جلسة مع واحدة من البنات اللي هي من النمط المتجنب فهي تقول من تحليلها انه انا صار عندي هذا النمط بعد موقف او مواقف متكررة في ايام الطفولة قلت لها احكيلي قالت انه مثلا ابويا كان يعصب كثير علينا وموقف ردت فعال اختي كان دائما انه يعني هي تردع له الكلمة بالكلمة الكلمة بالكلمة وزي كذا فلما كنا مثلا تكون ندخل في غرفتنا يصير انا منهارة جدا انه يعني كيف سنروح على بعض وزي كذا وحزينة وخايفة ومرعوبة وبينما هي تظهر انها مش فارقة معها وتضحك وتعمل حركات انها كأنها مش فارقة معها انه ابوها عصب عارفة وكذا زي اللي مبسوطة والاخت الثالثة عندهم اخت الثالثة تلوم الاخت اللي كانت تردع تفعلها قوية فتقول لها انت ليش تسوي لنا كده مشاكل دائما مع ابوها وخلاص اسكتي وانت ليش يعني تجنبي مشاكل معها فتقول انا كنت اقول لها انت شلون كذا كيف انت مثلا يعني مش حزينة ولا مش خايفة ولا كذا قالت لا والله اختال كبيرة قالت لها لا والله ما حخلي اي شيء يأثر على مزاجي انا انسانة قوية وما حخلي اي شيء يخرج بمزاجي تقع تضحك وتعمل نفسها انها مش فارقة معها فقالت من ذاك الموقف حسيت كأنه تعلمت من اختي الكبيرة ان القوة ان الانسان ما يظهر مشاعره ومح ما صار يخلي يعني نفسه دائما قوي وتعلمت من اختي الثانية انه تجنب مشاكل او تجنب المواجهة هو افضل حل ايضا عشان ما تصير مشاكل فسبحان الله لاني تحليلها عجبني صراحة يعني انه واو كيف انها وصلت لجدر المشكلة نوعا ما معنى اللي يعرف هو انه نمط المتجنب هذا يعني يطلع الانسان لما يكون طفل صغير جدا رضيء حتى ولكن لو قلنا هذا الموقف هذا فالمهم يعني انا ليش تحبيت اذكر لكم هذا الشي لانه سبحان الله حينا تفسيرنا للمواقف تفسير خاطئ هو اللي جعلنا نغير نمط حياتنا كله على بعضها قلت لها شوفي هذا الموقف اللي صار هو موقف طبيعي جدا جدا قلت لي كيف يعني طبيعي قلت لها شوفي بني ادم الجهاز العصبي حقه ينقسم الى جهازين طيب جهاز عصبي ودي يسمونه أو سيمبثاوي يسمونه ايضا وجهاز عصبي اللي هو ذاتي أو باراسيمبثاوي معانيش كلمات شوية هذا بس يعني كل واحد فيهم عنده وظيفة بمعنى الاولان الودي هذا إذا حس في خطر مثلا أسد جاكي جايك أسد أوكي نمر حيهاجمك حيبدأ يعني يضخ فيك هرمونات معينة تعطيك قوة بمعنى أنه يزيد لك الدم دفع اندفع الدم في العضلات يوسع الشعيبات الهوائية بحيث تخضي النفس أكثر عارف كيف انه كذا يعني عمل حالة طوارئ ويعني خلي عضلاتي كلها تشد بمعنى انه خلاص انت الآن جاهز انك تحاربي عارف كيف انه يلا تعالي تطقيهما دولي اللي بيعملك مشكلة أو انه صارعي أو كذا او انه مثلا يفعل الهرمونات بحيث انك تخروبي انك تخروبي كمان يعني هذك كمان تحتاجين تقويات في العضلات صح فإما المواجهة او الهروب او الجمود هذا كمان حالة ثالثة ممكن يصير لها الانسان اللي هو مش عارف كيف يسوي يعرفها ونشفناها كثيرا الناس مثلا يصابوا بصدمة معينة تلاقيهم خلاص جمدوا كذا يطالعوا فيك مش قادرين يستعبوا اش يصار فهذا الحالة الثالثة فالناس تنقسم زي كذا عادة يعني يميلون الى واحد من هذه الثلاثة اوكي لما يكونوا امام ضغط معين نفسي كبير اوكي يميلون الى انهم يعني واحد من هذه الثلاثة اما انهم يواجهون يصيروا يعصب ويصرخوا مش عارف ايش وكذا وينفعلوا او انهم يهربون ويتحاشون ويتجنبون او انهم يتوقفوا في مكانهم كذا معرفوا كيف يتصرفوا خلاص جمود عجيب اوكي فقالت لها شوفي اختك الكبيرة هي كانت هذا موقفها المواجهة انا ابوي اقول كلمة بقول له عشرة ما راح احل لي حقي فهي كانت تروح بكل جهتها بكل انفعالها على الاب اختك الثانية كانت تقول لا خليني اهرب اتجنب وانتي كنت تظهر عاطفتك يعني انه اللي هي البكاء والخوف وكذا وانتي اعتقد انتي الطبيعية كنتي اصلا فيهم او انه التصرف العادي لكن انتي صنفتي انه كان ضعف وانه موقف اختك هذا كان موقف قوة في الاصل انه ما كان قوة ولا شي بس هي انفعالة عني الان الدورة دموية عندها متدفقة وكذا وله ستجد انفعل في الاصل ان الانسان لما يصير معهم هذا الشي في هذا طبعا احنا قلنا الجهاز العصبي عنده الجهاز البراسمبثاوي هذا اللي هو او الذاتي اللي يجي بعد ما الهرمونات هذه كلها ضغط الدم عندك وعطتك انفعال وزي كذا يجيك الجهاز العصبي الذاتي ويهدي يهديك خلاص يهدي كل شيء التنفس يرجع محله كذا 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 كل شيء يرجع تمام فالانسان في هذا الوقت لما يرجع لذاته ووعيه كذا ويحرف انه كل شيء تمام الان ما عاد فيه خطر يبدأ يفسر المواضع الشخص اللي مثلا كان انفعال وقوي متفضل يعتذر على التصرفات اللي سواها بانفعال جدا هذي ويشوف كيف ممكن هو يحاول انه يدير غضبه في المرات القادمة بحيث انه يتعلم الموقف هذا لانه الان العقل والجهاز العصبي قاية يتعامل مع هذه كأنها مخاطر كبيرة كأنها اسد ولا نمر ولا شيء كذا يعني بزيادة بالغ في الموضوع فيه نوع من المبالغة فهو يعتذر على هذا التصرف السيء ويحاول يشتغل على انه كيف يتعامل ويدير مشاعره في المستقبل بينما شخص الثاني مثلا اللي يميل الى انه يتجنب المشاكل هذا في الوقت النفسه اللي هو فيه الضغط العالي يفترض انه بعدين بعد ما يهدى يبدأ يحل المشكلة وين الغلط غالبا غالبا لا علاقة برسم الحدود يمكن هو ممكن ما عنده رسم الحدود مواضح مع العلاقات فتلاقيه يعني يتأذى جدا وما يعرف كيف يصرف فيتجنب ممكن عنده خوف من الهجران عنده كذا عنده اشياء كثيرة قد تكون بالمهم برضو يحلل وين الخلل ويحاول يحلوه الشخص الثالث اللي هو عادة يعني يجمد وفيه كثير مننا طرح فكرة مش بس في المواجهات مع الناس طرح فيه مثلا ضغط نفسه في العمل لازم مثلا مشروع تقدم وعندك تاريخ معين أو كذا ونصرف بنفس الطريقة هذي ترعا في جرام فالإنسان يشوف نفسه هو يميل إلى أي واحدة منهم أو إيش اللي حاصل معه الآن هل أنا الآن مواجهة عندي مواجهة عندي خروب عندي عندي جمود ويحاول يتعامل مع نفسه بهذه الطريقة من دارية أيضا فهذا يحل مثلا برضو إذا كانت مثلا حدود إذا كانه ممكن معه علاقة الخطأ يمكنه وفي مكان الخطأ لأنه استمرارية تدفق الدم هذا الشديد والأعراض هذه كلها اللي بعملها الجهاز العصبي السيمبثاوي هذا مع الوقت ممكن تجيب أمراض مزمنة زي ارتباعي طغط الدم مش عارفة السداد الشرايين وكثير يعني عرف كيف فهي مش يفترض أنه الإنسان يكون دائما في هذه الحالة من الضغط النفسي العالي جدا لكن يكون يعني أوكي مرات مرات لما تجي شي طبيعي كلنا حنمر فيها ونحس فيها وبس المهم نفهم مايش اللي قاعد يحصل في جسمنا وكيف ممكن نتعامل معه بطريقة كويسة نحتوي الجسم هذا وكذا إنه سبحان الله في النهاية هي آلية للجسم إنه يدافع عن نفسه فهي حاجة جميلة وحاجة نعمة كبيرة كده كنا علينا حارس من أنفسنا أنه لو في خطر كيف نواجه الخطر هذا وبس لما يتعامل مع الإنسان بطريقة صحيحة يعني إن شاء الله بإذن الله يكسب كثير في حياته وما يحاول يفسر الأشياء أنه والله هذا الشخص قاعد يضحك الحين معنات أنه هو إنسان قوي يعني أعرف التفسيرات العامة هذه أنه هذا قوي وأنه هذا ضعيف وأنه مش عارف إيش لا ما لا علاقة ما لا علاقة سبحان الله يلا أتمنى أن يكونوا يستفدتم من هذا الفيديو إن شاء الله سلام عليكم